اهلا ومرحبا بمتابعيننا الغوالي اليوم وصفتنا تحضير حب الفول المقلة على طريقة حبايبنا بالشام اكلة ربيعية نباتية كتير بسيطة وكتير تحضيرها سهل وكتير طيبة انا بموت عليها تفرق عن فولية الحلبية ان الشوام بيقلوا حبات الفول بدون الغلاف الاخضر الخارجي بحلب بيعملوها مع الغلاف الاخضر وباول نزلة الفول تكون القشرة غضى وبتستوي بسرعة بلزمنا لتحضير صحن صغير تشكيلة هيك على الصفرة مع اكلات ثانية هو مقبلات نص كيلو حب فول اخضر جبته مع تلبيستو وفقشته هون عندي تفقشه كتير هاية مثل البازيلا عم كون ابو عبدو عيوني فيه ها قصدي عم كون ابو عبدو هو اللي فقشه كمان بلزمنا وبشكل اساسي كزبرة خضرة جبليا عبو عبدو الله يرزو الهي من سوق الخضرة اللي بالرازي طبعا هي صعب لتلتقى باسواق الخضرة بحلب لانو الحلبية نادرا ليستخدموها باكلاتهم عكس اهلنا بالشام تماما كتير بيستخدموها الله ازا مالتعت معكم كزبرة الخضرة باقترح عليكم استبدالة بكزبرة يابسة للتقلية وبعدو ناس اخضر للزينة بيمشي الحال يبقوا يسامحونا اهلنا بالشام نعم اذا درناولا فتة بها الاكلة ما من جود الا بالموجود بالزمنا كمشة بصوص ثوم حطوا حسب ما بتحبوه وكل ما كتبت ثومة اطيب اطيب وخاصة ان هلأ موسم الثوم الاخضر زيت زيتون للتقلية يلا ريحين نبلش التحضير اذا جبتوا الفول المعلب خاصله كويس من السائل المحفوظ فيو واذا كان فروزن حطوه بماي فاترة ليفكر تجميد عنو قبل ما تشتغلو فيو واذا كان اخضر ومفقش تازه فورا ع الطبخ وهذا اطيب الشي هلا طريقة الشوام الاصلية بتحضير الفول المقلة بحطوا لحب الفول الاخضر شيفنجان صغير مي وبحطوا معلقة صغيرة سكر وينسفولها الفول تنسيف وبدون غطا بتظل الطنجرة مكشوفة مشان ما يروح خضار الفول وشي من انسلق وحبات الفول وبدية تتفك قشرتهم عنهم بيطفو تحتهم ويصفوهم بالمي تماما بعدين بيبلشوا بمرحلة التقلية انا باعتبار فولي اخضر وغض ومفقش تازه فورا ريحة ابلش تقليته ما بلزموا تنسيف مي سكر كمية مناسبة من زيت الزيتون مننسف حب الفول اللي اخضر على النار واطية واطية اذا لقيتو ما استوى حطوله مخة مي صغيرة وغطوله يستوي الفول على الاخير حتى لولو نتغير الترامع المهم يتاكل الفول مستوي وهاي الفولى تستوي وبلشت تنشلح انهم اشرتهم الله يستور عليهم ربي وشوفو ضل محافظين على الاخضارهم رغم انه غطيت الطنجرها الآن نضيف عليها التوم المهروس والكزبرة الخضرة المنقاية والمفرومة نضلع منقلبهم مع بعضهم كم داية على نار واطية لبين التدبال الكزبرة هيك بتصير الاكلة خالصة وهيرا للتقديم مثل ما قلت لكم اذا لم تلتقى معكم كزبرة الخضرة اضعوا بدالة مع علاقة كزبرة يبسي وقلبوها مع الفول الاخضر وبالاخير زينوها بالبعدونس المفروم بصير عندكم فول مقلة شامي بلاكهة حلبية اش ضل انظم من هيك بتقدم الفول المقلة مع عصرة الليمونة كتير تلبق معه واخوتنا بالشام بيأكلوا معه طرخوم او بيأكلوا معه توم اخضر وممكن يتاكل جامبولبان وبنادورا مفرومة المهم يلتعشي جنبو مبلغ فيه لانو الفول اللي مقلغ شوفو ناشي فقترا جربو تعملو هالاكلة باعتبارها الله عموسم الفول الاخضر ولا تكتروي زمان تكون اكيلي عبا حبدا وبيني وبينكم ما بسجق هالاكلة اما انا بموت عليها بخطص فيها لراسي شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء بوصفات تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة